أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن القمة العربية الإسلامية في الرياض تنعقد في ظروف استثنائية وأوقات صعبة يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة بسبب القتل والحصار والممارسات اللا إنسانية وخلال مشاركته في فعليات القمة أضف رئيس السيسي أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني يتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي لفتن إلى أن الدعوات الإنسانية تسقط سقوطا مدويا إزاء الأحداث الحالية في غزة اسمحوا لي بداية أن أتوجه بخالص الشكر للمملكة العربية السعودية الشقيقة على استضافة هذه القمة غير العادية في ظروف استثنائية يمر الوقت فيها ثقيلا على أهالي غزة من المدنيين الأبرياء الذين يتعرضون للقتل والحصار ويعانون ممارسات لا إنسانية تعود بنا إلى العصور الوسطى وتستوجب وقفة جادة من المجتمع الدولي إذا أراد الحفاظ على الحد الأدنى من مصدقيته السياسية والأخلاقية وكما يمر الوقت ثقيلا على فلسطين وأهلها يمر علينا وعلى جميع الشعوب ذات الضمائر الحرة مؤلما وحزينا يكثف سوقات المعايير المزدوجة واختلال المنطق السليم وتهافض الادعاة الإنسانية التي مع الأسف تسقط سقوطا مدويا في هذا الامتحان الكاشف